قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الاشعارات ليصلك كل ما هو جديد ومفيد باذن الله تعالى اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني السانوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتكم يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يلا بدون مقدمات كتير معدنا النهاردة ان شاء الله مع حل الامتحان التاني من بوكلة المعاصر لامتحانات الصف الثاني السانوي اللغة الانجليزية عشرين واحد وعشرين فلو عايز تقفل معانا او خايف من المادة ان شاء الله لو تبعتنا خلال الايام الجاية الايام اللي قبل الامتحان هتقفل بكل سهولة وكل اريحية باذن الله يلا بينا نقول بسم الله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونبدأ مع بعض احنا بنحل طبعا الامتحانات مش مجرد حل انا بحل حل مفصل فياريتي بما حضرتك اسكتش ملاحظات تكتب فيه كل كلمة جديدة كل ملاحظة في الحل ده حينفع كتير جدا جدا باذن الله الجملة الاولى بيتقول ايه يلا شطار كده ونفوق مع بعض كده وما يهمكش الانجليش ان شاء الله ربنا هيكرمك ويا ريت بقى الناس الوقت هنغش ومش هنغش وحنعمل جروبات غش اعمليش دعو بالكلام ده انا بأسس طالب ان شاء الله لتالت سنوي وبزرع في طالب انه يعتمد على الله ثم على مجهوده لان الغش لن يفيده في سنة تالتة والسنة دي كمان الغش هيكون صعب جدا جدا بسبب انه هيبقى الامتحانات في المدرسة والكترونية فنصحت لكل الناس الغش لا يفيد ان كان لو عرفت غش السنة دي هعترفت غش السنة الجاية حبيبي مش هينفع انت طالب ليك طموح وعاست وصله فنصحت ليكم نجتهد ونعمل اللي علينا وخصوصا في لغة زي اللغة الانجليزية اللي هي لغة للحياة مش للدراسة بس وعايزة تأسيس في الله نستفيد مع بعض a او an is a group of things both on top of each other a هو مجموعة من الاشياء كلمة a group of اللي هي بتساوي كلمة asset of a s e t وبعد كده of a group of او asset of things يعني مجموعة من الاشياء both on top of each others محطوطة فوق بعضها تمام محطوطة على قمة بعضها يعني باللغة العامية زي ما احنا بنقول كده فوق بعض يا طرح acronym acronym اللي معناها اوائل الكلمات خلاص شطار خليك معايا اللي معناها حروف اوائل الكلمات يبقى كلمة acronym معناها حروف اوائل الكلمات يا حبيبي وانت بترجم كل الكلمات لا يا مستر محمود بانا اتفقت معك وانا بأسس طالب ان شاء الله سنة ثالثة يبقى ممتاز بازن الله ويحفظ كم كبير من الكلمات وما يسبش اي معلومة سواء بسيطة او كبيرة هو ده الطالب ان شاء الله طب هندسة صيدالة بازن الله فتبعوني ان شاء الله ربنا هيكرمنا. يلا بينا ولاية. هي بقى اللي معناها حروف. حروف اوائل الكلمات. ولا بمعنى حدوتة او حكاية صغيرة. تمام شطار? تيل بمعنى حدوتة او حكاية صغيرة. ولا ودي الاجابة الصحيحة بمعنى كومة. بمعنى كومة. اي كلمة في المنهج مش حافظها او كلمة جديدة. يا ريت تسجلها عندك بالترائيض ان شاء الله وترجعها بالترائيض كل الكلمات هتبقى تحت رجليك. ولا اللي معناها اختصار. طبعا الاجابة الصحة تبقى يبقى كلمة معناها حروف اوائل الكلمات. تمام? بمعنى حدوتة صغيرة وحكاية صغيرة. دي الاجابة الصحيحة كومة. اللي معناها مجموعة من الاشياء. محطوطة فوق بعض. طيب كلمة يا مستر بمعنى ايه? بمعنى اختصار اللي بتسوي كلمة اللي معناها قصير كلنا عارفينها. وحط بعدها كلمة يبقى هي كلا هما بمعنى اختصار. بعد الخناء مع صديقه بعد ما تخانق مع صديقه الفعل بمعنى يا حبيب ايوة معنى يتخانق بمعنى يحارب كل ده يتشاجر كل ده صح? وليه هنا? خدنا يقول لي لان الرابط الزمن اللي هو او 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 اي رابط لو النقط لزق فيه او ما فيش بعديه فاعل ما فيش فاعل بعديه ما لقناش بعد هنا ولا اي ولا وي ولا هي ولا شي ولا احمد ولا عالي ولا زي ما لقناش فاعلي. يبقى على طول يبقى فيه ده سبب ان احنا حطينا يا شطر. تمام? بعد ما تخانق او مع صديقه. وطبعا تصريفات ايه مني? فكرني بيها. فوت فوت. فو او جي اتش تي. فو او جي اتش تي. صدقني والله مش مجرد حل امتحان معانا ان شاء الله هتستفيد اوي اوي كالوغة بازن الله وحتتقوى اوي اوي. هو لم يستطع تصديق هم تصديق ايه اللي حصل? لم يستطع ها تصديق ما رأى. اما شاف صديقه يا ترى كلمة بمعنى شطار بمعنى يسكب. خلاص شطار? لا. بمعنى يكرر. تمام? زي ما قولك يعني كرر وراية. ولا يتحدث? ولا بمعنى ينزف او يدمي. طبعا الاجابة الصحيحة هي بمعنى ينزف. واصلت شطاري بعد ما تخانق مع صديقه ما كانش مسدق. اللي شافه اما شاف صديقه بيدمي او بينزف. وطبعا تقرأ الجملة كويس جدا جدا جدا. وتفهم معناها من اول كلمة الاخر كلمة وبعد كده تقرأ المالتيبلو اختيارات وتستبعد وتختار الاجابة الصحيح. انا لا. اعتقد ان الناس ممكن ايه في يعني القطب الشمالي. يعني القطب الشمالي. يا ترى بمعنى يبقى على قيد الحياة. ولا بمعنى يغادر. ولا بمعنى يدمر او يتلف. تمام? او تلف. كناوين? ولا بمعنى يؤذي وتصريفاتها طبعا الاجابة الصحيحة عليك وسامع الناس بتحل معي زيك تحل معي كده ولا وصح صح ليه. مين يا ولا اللي معناها ايه? اللي معناها يبقى على قيد الحياة. تمام اشطار? حلوة اوة اوي. طب الاسم منها ايه مستر سيرفايفل. نشير الايه او الايه قصدي نشير الايه هنا ونحط ايه ال. فتبقى بمعنى النجاة او البقاء على قيد من الحياة. طب كلمة ناجي اسم الفعل منها ايه? يقول السيرفايفور. نشير الايه ونحط فيبقى معناها ناجي او باقي على قيد الحياة. باهتم جدا بحتة كمان المشتقات. نومبر فور. انت لا يجب ان تشتري هذه الارض عن الارض الغير خاصبة. معناها ارض غير خاصبة. تمام اشطار? ارض فقيرة. اه في الخصوبة. يبقى غير خاصبة. زي انتنم. زي انتنم يعني زي انتنم عكس برافو عليكم. لكن بمعنى مراضف. زي انتنم عكس كلمة بور في الجملة ديت. ايه ما احنا قلنا بفور لاند معناها ارض غير خاصبة. تمام. طيب عكس كلمة بقى يعني ارض خاصبة. يبقى احنا اخد كلمة طبعا تمام بمعنى ارض خاصبة. عكسها كلمة او بور لاند. وصلت تمام. طب بمعنى رخيص او غير غالي. بتسوي كلمة تشيب. ها? وتشيب بمعنى رخيص. ويك بمعنى. ويك بمعنى ضعيف. برافو عليكم. من الواضح ان ركز معي. بمعنى ايه? تعبر بمعنى ايه? ايه? برافو عليكم. من الواضح ان او فيروس كورونا. من الواضح ان كوفيد نايتين او فيروس كورونا. نقط له تأسيرات سيئة على كل الدول حول العالم. له تأسيرات سيئة على كل الدول في جميع انحاء. تعبر بمعنى يعني في جميع انحاء العالم. يبقى احنا اخد يحتاج. ولا هاز له او او يمتلك ولا يعطي ولا يأخذ طبعا الجابة الصحة تبقى هاز واما اقول هاز بادي فكتة او بمعنى له تأسير سيئ على وصلت طيب كلمة بمعنى ايه برافو عليكم بمعنى تأسير بتساوي كلمة اه انفلوانس اي ان ها اف ال يو اي ان سي اي بردو بمعنى تأسير تمام? والاتنين بيساوي كلمة اكتب معايا باشا برضو بمعنى تأسير التلاتة دول بيساوي بعض يا شطار ما احنا اتفقنا النظام الجديد هو ده هو ده تشرح بالنظام الجديد هو ده الحل بالنظام الجديد ما نسيبش اي حاجة وناخد معلومات اضافية واكتب وراي يا الله انا والله العظيم ليس غرض اللي امتحنت ان شاء الله ربنا هكرمكم لو تابعتوني الفترة الجالة اربعتاشر يوم الاسبوعين اللي بقين دول ان شاء الله لانجليز يتقفلوه هتخوضش ان شاء الله انتوا هتقولوا كده باذن الله انت بس تتابع معي وسجل وذاكر الامتحانات دي كويس لان دول عشرين امتحان هنحلوهم ان شاء الله وهحل كمان امتحانات جاينس بحلت كتاب المعاصر وهحل امتحانات جاينس كمان باذن الله غير بوعيتكو بي ليلة امتحان مش هتشوفوها في حياتكم اللي عندنا اه على قناة مستر محمود حسين باذن الله تعالى ده وعد منا حبيب بس ادعوضكم ربنا وفقنا جميعا يا رب كلنا بنكتهت طب يلا number six when you invent a password for a safe or a mobile عندما تخترع كلمة مرور او كلمة sir for a safe واحد اقول لي safe دي معناه واحد اقول لي safe بمعنى امن صفة بمعنى امن اي حبيبي لكن كاسم معناه خزنة يبقى safe كاسم معناه ايه خزنة او يبقى اما تخترع كلمة sir لخزنة او موبايل تمام يا حبيبي كده تمام كلمة مرور او sir it should consist of يجب ان تحتوي على تمام كلمة sir يبقى فيها يعني special as numbers كالارقام symbols الرموز or letters الحروف الله يبقى يجب ان تحتوي على ايه يا طرق كلمة دي معناها فصول مصرحية وفصول رواية او قصة ما تركز يا معايا عمل حاج انت معاك يا مستر محمود والله هيبقى كلمة معناها فصل فين في مصرحية ولها معنى كمان بمعنى يمثل صاح الله شطار تمام التمام او يتصرف كل دي معنى الكلمة act طيب كلمة scenes كلمة scenes بمعنى ايوة مشاهد زي مشهد فيه مصرحية او مكان ارتكاب الجريمة مشهد الجريمة طيب events احداث همة characters المعنى اللي هيجي في دماغك اول حاجة هتقول لي شخصية ايوة character بمعنى شخصية زي الشخصيات بتاعت الافلام والمصرحيات والمسلسلات وكده وليها معنى كمان اللي هناخده كاجابة صحيحة على على اساسه وبني معناها حروف او رموز يبقى المعنى التاني لكلمة character اللي معنى شخصية حروف او رموز وتبقى دي الاجابة الصحيحة وصلت يا ولاد تمامي بجد بمعنى مختلف عن المعنى الاساسي لها اللي هو شخصية يلا بنا سمعوني الصالع النبي ونروح لرقم سبعة مركزين معي مركزين معاك يا مستر بقولي زا يعني المغبر تمام المغبر او المحقق سأل الولد او الصبي ان يصف الناس اللي خطفوا اخته الله كدنب بمعنى يخطط في شخص وصلت الشطار كده معاك يا مستر محمود لكن في فعلي تاني اسمه هيجاك اللي هو اتش ااي جاي اي سي كي نور تاني اتش ااي جاي اي سي كي هيجاك بمعنى يختطف بس يختطف طائرة يا لهوي يبا كدنب مع الاشخاص هيجاك مع المركبات زي الطائرة كده خلاص يا حبايبي كلمة واصلات يعني حلوة اوي حلوة اوي يبا حناخد مين يا ترى يلقي القبض على ولا يصف طبعا دي الاجابة الصحيحة وطبعا الاسم منها بمعنى وصف ولا بمعنى ينسى ولا بمعنى يلهم او يشجع طبعا الاجابة الصحيحة تبقى مين احنا دلوقتي بنحلي فين بنحلي في اسئلة الكلمات والتعبيرات من اول رقم تسعة هتلاقينا دخلنا بقى على اسئلة ستاشر تمانية منهم ها كلمات وتعبيرات وتمانية منهم مركزين يا ولاد مركزين وشاملين المنهة كله تخلي عشرين دولار مع حوالي سبعة وتمانية كمان من ان شاء الله تخش الامتحان تأفل مرتاح بس انا يهمني زي ما قلت لكم ان انت تستفيد بقى بكمل معلومات الرهيبة والتأسيس الرهيب رح تستفيده ان شاء الله امتحانات وده بحكمكم انتم يا ريتي يا حبيب عزنا حضراتكم ندعم القناة يلا لما عملتش اجاب تفضل بعد ازنا حضرتك عشان تدعمنا ونستكمل المسيرة دي ان شاء الله وكمل معكم بازن الله تعالى الفترة الجاية كلها بازن الله شير على اوصع نطاق عشان تاخد سواب الدل على الخير كفاعل ونوصل لناس اكتر فيستفيدوا زي حضرتك كده استفادت عم ان شاء الله ما تنسونا شولي ما اشتركش يتفضل يدوز زر الاشتراك اه وكمان تفعل زر الجرس عشان توصلك المحاضرات على طول بازن الله تعالى تمام يلا ملا تكسلش يلا بنا Hecimento八و عمل نقاط بiology معناها الاسم الرسمي of a job الاسم الرسمي او المسمى الوظيفي مانا ؟ المسمى الوظيفي من من دول هت بنول عليه المسمى الوظيفي اللقب اللي بيدل على الوظيفة تمام شطار كلمة دي معناها شخص حاضر حاضر تماما شطار عكسها يعني غائب من الفعل بمعنى يحضر طب كاسم بمعنى عنوان مكان الادرس بتاعك عنوانك ايه عنوان بيتك وكفعل بمعنى يخاطب الله اكتب اكتب يا عم والله حتستفيد بازن الله تعالى طيب دي معناها لقب عارفين اللقب اللي هو اسم الدلع اما اقول مثلا ابراهيم بندلعه بنقول له يا ابو خليل صح الغلط الشطار تمام يا حبابي كده حسن بنقول عليه ابو علي ده النكنيم اللي هو اسم اللقب اللي معروف به الشخص خلاص يا حبابي كده تمام التمام طب كلمة معناها عنوان مقالة او عنوان ها جريدة او الى اخره او عنوان كتاب كل ده صح وكمان معناها المسمى الوظيفي زي دكتور وزي تيتشر فهمت يا جماعة ميستر دكتور تيتشر انجينير هو ده برضو بنقول عليه تايتل اللي هو المسمى الوظيفي يلا بنا ننتقل بقى ونراجع شوية على الجرامر يعني في المكتبات في المكتبات الناس يجب ان يتحدثوا بهدوء صح ولا غلص يبقى نقول مصت ولا 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 نيد ولا نيد انت احنا بنتكلم عن الضرورة وعدم الضرورة اول درس اخدناه في الترم ده طيب صلى على الناس والسلام المعنى مهم المعنى مهم جدا يا ولاد خلاص شطار ده نمبر ون نمبر تون حدد زمن الجملة نبص على الفعل قبل النقط مفرد ولا جامع كل الحاجات دي قبل النقط ايه بعد النقط ايه واستبعب حوصل اللي جاب الصح ويفهم معي الجملة يبقى في كل المكتبات الناس يجب ان يتحدثوا بهدوء طيب مصت ولا دونت هفتو ولا نيد انت طبع الاجابة صحيح تبقى مين مصت دونت هفتو معناها ليس من الضروري ان نيد لازم يجي بعدها تو نفيش تو هنا بعد النقط نيد تو بتسوي مصت وهفتو تمام مشتر وهاس تو طيب نيد انت ليس من الضروري بتسوي دونت هفتو ونيد انت بيجي بعدها الفعل في المصدر لكن انا معنى الجملة هنا عايز معنى الازبات صح لايه الناس يجب ان طيب يجب يبقى معنى الازبات اللي يبقى كل معنى الناف يطير تعани بضونت هفتو حاطي له تطير ها ده في معنى الضروري اللي هو الازبات يبقى حنطير معنى النافية او عدم الضرورة ها يتبقى عندي مصد ونيد. طب يا مستر ها هي نيد. بيجي بعدها مصدر وليجي بعدها طول مصدر طول مصدر وهنا مصدر بس. مين اللي ينفع مع كل الكلام ده مصد فتبقى الاجابة الصحيحة. اللي ادن بقى عايزك تبقى ها طالب ان شاء الله. محترف. وزي ما رتلك انا عناي مدرت على تلتة والله. يلا بنا نومبر تن. دو يو سينك ويتش اس فاستر. اه في رأيك من اسرع. طبعا ده سؤال بنعلي سؤال تخييري. بناخد مين على طول? ها ما طول شبقه فاستر زين. ده سؤال تخييري. بنقول اس فاستر عليهم او را طيجر. او را طيجر. واحد يشوف اول ما يشوف فاستر مسل صفة اخيرها اي ار ياخد زين بعديها. ده في الجملة الخبارية العادية عند المقارنة بين اتنين او شيئين. صح والله غلط صح مستر محمود. ولكن يا حبيب قلبي. ده انا بخير الشخص هنا بنحكتين. في سؤال اخرق او يعني ما تستفهم. يبقى ناخد او را طيجر. وتبقى دي الاجابة الصحيحة. ده اول مرة تشوفنا. انا نزلت الامتحان الاولاني وحاجمع لكم كلهم ان شاء الله في قيمة تشغيل حسميها ان شاء الله ها حل المعاصر الترم الاول الفين ها واحد وعشرين عشان ان شاء الله كل الحاجات هتنزل عليه. خلاص كل الامتحانات هتنزل عليه ان شاء الله بتاعت الترم الاول. وعندنا وقته يلا امتحان كل يوم كده الدنيا هتيمشي ان شاء الله. يلا حبيبي. from seven to nine tomorrow. الله على الجملة الله على الجملة من الساعة سبعة للساعة تسعة بكرة. او ممكن اقول between between seven and nine tomorrow. فاهمينا شو الطار? معنا مش معايا. at seven. مسلا. at seven. او at night tomorrow. راح يبنا حددت وقت حدوث الفعل في المستقبل. يبنا انت مع زمن اسمه زمني. لو لقيت at وساعة وما يدل على مستقبل زي tomorrow soon in the future. ها نكست. لو لقينا from ها ساعة لساعة وبعد كده كلمة بتدل على المستقبل زي تمور هنا مسلا في الجملة. لقيت between and. الناس معلا مش معايا. معاك مستر محمود. يعني حددنا زمن استمرية الحدث في المستقبل. اسمه زمن المستقبل المستمر. اللي هو فاعل. will او مي بي زائد فيربو اي ان جي. يبقى على طول هنختار مين برافو عليك وحبايا. لو مستر هناخد. وتبقى الاجابة الصحيح. الله ينور عليك. will be revising. اسمه زمني. زمن المستقبل المستمر. بنستخدمه للتعبير عن الفعل. اه سيستمر لفترة محددة في المستقبل. فما نحدد زمن استمرار الحدث. او مدة استمرار الحدث في المستقبل. على طول اختار will be verb ing. وانا قلت العلامات. خلاص يا ولاد. تمام. ملاقيتش will be verb ing. حلاقي may be verb ing. ولكن حلاقي في شك في الجملة. ملاقي I am not sure. I am not certain. خلاص يا جماعة. I don't know. معرفش. I have no idea. ما عنديش فكرة. ساعتها افضلية may be verb ing. لانا بتدل على الاحتمالية والشكل. لكن لو ما فيش الكلام ده. افضلية will be verb ing. زمن المستقبل مين? المستمر. برافو عليكم. number 12. my mother told me with my little brother. امي. اغبارتني. الله. امرتني. خد بالك told جي بعدها مفعول. صح والغلط الشطار. تمام. ده اسمه ايه? ده اسمه المباشر والغير مباشر في الجملة الامرية او الطلبية. كتقاعدة بتقول ايه? قد بتقول فاعل. بعد الفاعل told. بعد الفاعل ordered بمعنى امره. بعد الفاعل اسكد بمعنى طلبه. بعد الفاعل demanded بمعنى امره. فاهمنا شطار? بعد الفاعل بيجد بي اي دابل جي اي دي. بمعنى توسلا. خلاص? بعد الفاعل بمعنى اعطى تعليمات. اكتب يا باشا. خلاص شطار? وبعد كده تلاقي مفعول. تختار كرابط. المصدر لو معنى الجملة عايز الاثبات. وتختار الفاعل في المصدر لو معنى الجملة عايز النف. طب يلا بنا نطبق القاعدة. ادي الفاعل my mother told. ماشي. اسكد. ماشي. اردار ماشي. ماشي. اسكد بمعنى طلبة. ماشي. ماشي. جي بعدها مين? مفعول. بعدها مين? مفعول. يبقى نختار مين? المصدر او الفاعل في المصدر. حلوة قوي قوي. امي اخبرتني ان اتخاني او اتشاجر مع اخي الزغير ولا الا اتشاجر. يبقى هي الاجابة الصحيحة ومش اسمها يا ولاد الفاعل في المصدر لان المعنى هنا عايز معنى النف. يبقى لو معنى الجملة عايز ان كزا طول مصدر. الا كزا. نط طول فاعل فين في المصدر. خد بالك لان الاشي الامتحان بتقول المعاصل. بسم الله ما شاء الله كتاب المعاصل كتاب محترم. هيغطي كل حاجة في المنهج. مش محتاج ان انت بقى ايه? يعني مذاكرة على السريع كده. لكن ركز معي في الامتحانات لاني بقول اهو قاعدة كل سؤال فانت بتذاكر وبتحل في نفس الوقت. يعني بنضرب عصفرين بحجر واحد بفضل الله. يلا نكمل يا ولاد. number new one because it's broken. الله الكمبيوتر بتاعي يجب استبداله بواحد تاني. another new one تمام يا شطار. another one يعني واحد تاني واناظر يجي بعدها اسم مفرد زي one هنا او يجي بعدها ها عدد زائد اسم جامعة زي ما قول another three days another three years فهمتوا يبقى ممكن احط بعد اناظر اسم جامع لو قبل الاسم الجامع ده عادد زي ما قول another three days another three weeks فهمتوا شطار لكن الاصل في اناظر يجي بعدها اسم ايه مفرد. تمام. with another new one because it's broken لانه مكسور يبقى يجب استبداله. must be replacing ولا mustn't be replaced ده مكسور. هاخد بالك اقرأ الجملة كويس. ولا must be replaced. طبعا اللي جابة صح. must be replaced. ده درس ايه ده يا مستر محمود? ده درس المعلوم والمجهول. الاكتف والبسد. الله عليك يا مستر. كمبيوتر بتاعي يجب ان يستبدل نفسه بواحد اخر ولا يجب ان يستبدل ان يستبدل. يتم استبداله. اببداية الجملة مفعول من خلال المعنى. صح الله انا غلطان. ايب انا محتاج لفعل ناقص. ثم بيه والتصريف السالس. ما قاعدة الافعال الناقصة في المجهول. فعل ناقص زي مين? والوض. شال شد. كان كود. ماي ميت. ماست هف تو هستو. هاتو. نيت تو. دير تو. يوز دي تو. امز ارغوينج تو. كل دول في المعلوم بيجي بعدهم المصدر. في المجهول يجي بعدهم بيه والتصريف السالس. ابقاعدة الافعال الناقصة. مفعول. ثم فعل ناقص من انا قلتهم. ثم بيه والتصريف السالس لو جيه قبليهم مفعول. وده بعد ما ترجم الجملة. وتشوف بداية الجملة فاعل ولا? مفعول وما تتصرعش يا حبيبي. ها. وشدوا حلقة باش مهندسين وده كترة دكاتة المستقبل. ان شاء الله لو تابعنا القناة دي هن يبقى وحوش انجليز وحتبقوا افضل ناس في مصر في الورة انجليزية ان شاء الله واسألوا الناس اللي كانت معايا السنة اللي فاتت. اه الناس عامل ايه? الحمد لله رب العالمين. بفضل اللي عز وجل. وبفضل دعواتكم. مش ترى مني يا عام. احنا ماشيين بدعائكم والله. بس احنا عايزين يفيدكم. فقريد تساعدون احنا كمان على الاستمرارية ان شاء الله. ونقيد ونشجع القناة على قد ما نقدر ان شاء الله. وشيروها على قد ما تقدروا حبيبي. طبع مشتركين في مجموعات واتساب. وتليجرام والفيسبوك بعد ازنا حضراتكم يعني شيروها في الخير. فورتين. نقط I have enough time. I will visit you. الله. لو انا عندي وقت كافي انا حضورك. تمام التمام. لو. ها? لو انا عندي وقت كافي انا حضورك. مش ده معنى الجملة اه? عايز لو او اذا. طيب. عندي انلس. انلس ستستبعد. طب ليه ستستبعد انلس. لان انلس معناها اذا لم ومعنى الجملة عايز لو او اذا. طيب. فاضل عندي شد. وهاد ووير. وما لو. خد بالك ده انت بعد النقط فاعل ومصدر. فاعل وايه? فاعل وايه? او ايه? فاعل ومصدر. يبقى هاتو استبعد? لان هاد هي بديل. بديل لف حالتين. في الحالة التانية ويجي بعدها. فاعل ثم مفعول او في الحالة التالتة ويجي بعدها فاعل والتصريف الثالث. وهنشرح بالتفصيل في جملة كتيرة جاية قدام. مشغلش بالك دلوقت. يبقى هاد هي بديل لف فين? في الحالة التانية. يجي بعدها فاعل ثم مفعول. زي ما اقول ايه? لو انا معي الكسير من المال او انا هسافر حول العالم. ادي هاد هنا. حالة محل اف كبديل لف في الحالة التانية. وقدمناها على الفاعل وبعد كده حطينا مفعول. طب هاد بديل لف في الحالة الكام? التالتة. ايه القاعدة يا باشا? تبقى هاد فاعل تصريف ثالث والتصريف الثالث. زي ما ايه? هاد اي هاد هاد اي هاد لو كان معنا فلوس كتير بيصد لاحظ ان هاد بعدها فاعل بعد كده هاد دلوقت تصريف الثالث من ها بمعنى امتلكها ها ها كنت سافرت حول العالم. خد بقى لك نستخدمت هاد في الجملة الاولى كبديل للحالة التانية. بعدها فاعل ومفعول وفي جواب والفعل في المصدر لكن في الجملة التانية هاد فاعل تصريف ثالث بديل للحالة التالتة وفي جواب الشرط لأيت ودهف والتصريف الثالث تقدر تعيد وتزيد وتكتب الملاحظات دي هتستفيد ان شاء الله طب وير طبعا هاد مش هتنفع ده هنا فاعل ومصدر بدي طارت وير هي بديل لف في الحالة التانية بكم طريقة بطريقتين اقولهم هوت وير فاعل مفعول بمعنى لو كنت او لو كان وجواب الشرط ودهو المصدر او وير فاعل تو المصدر وير فاعل تو المصدر وصلت وجواب الشرط ودهو المصدر طب بديني مسالين يا ميستر وير اي وير اي ريتش لو كنت غني اي وود باي انيو كار كنت اشتريت عربية جديدة لاحز ان وير جيب عدها فاعل ثم كلمة صفة وممكن يجيب عدها مفعول ما فيش اي مشكلة مول وير اي لو كنت مكانك اي وود دي فارس هير انا كنت هطلقها الولايه النكادية دي حد بالك ده اول البديل اهو ممكن استخدم وير بالطريقة الاولى كبديل للحالة التانية وير فاعل مفعول او وير فاعل صفة طيب وجواب الشرط ودهو المصدر بمعنى لو ايه لو كان لو كنت على حسب طب يا ميستر ايه القاعدة التانية اللي حد اكلتها وير فاعل تو المصدر اه تمام اه نقولي مسال عليها وير اي او وير بقى اي حاجة وير هي توستادي هارد اكتب لو زاكر كويس كان نجح لاحظين نوير جي بعدها فاعل ثم تو الفعل في المصدر فلو لقيت بعد النقط تو المصدر وحاطت وير خد وير بتاع يبقى وير فاعل تو المصدر وضو المصدر او هتلاقي في جواب الشرط وضو المصدر المهم يعني اللي بحاولها للملك الدنيا كلها هو طب يا ميستر الاجابة ايه اه طبعا نوير كمان ما تنفعش يبقى الاجابة الصحة هتبقى مين هتبقى شود وتبقى دي الاجابة الصحة ايه رأيك يا باشا رأيك يا باشا يلا اتفاهمت تماما ميستر واخد بالك شود هي بديل لإف في الحالة الاولى والتانية ويجي بعدها فاعل والفعل في المصدر سواء ان الفاعل كان مفرد او جامع يعني لو لقينا هنا شي بدل اي لقينا احمد دل اي لقينا زينب بدل اي كان برضو عا تبقى شود شي او شود هي ها هاف لازم الفعل فين في المصدر فلو لقيت حتى فاعل مفرد وبعدي فعل في المصدر خد برضو مين شود تحلم حالي في الحالة الكام الاولى والتانية نمبر فيفتين عشان متورش على حضراتكم في ناس بتقول لما احنا عايزين الفيديو بقى ساعة ساعة مين يا عام ده انتوا ازهقتوا مني قلولي بقى في التعليقات انا عايز تعليقات يا شباب هلاص يلا بينا يعني الكورس التدريبي او الدورة التدريبية لمين لجانا الله تبدأ الساعة خمسة غدا تبدأ الساعة خمسة غدا خد بالك جداول الموعيد كلها بناخد معها زمن مين سمعك اهو الله ينور عليكم زمن المضارع البسيط زمن مين يا ولاد المضارع البسيط يبقى هناخد مين وبنرجع في الجملة دي على ازمينة مين على ازمينة المستقبل يبقى جداول الموعيد موعيد المبارات المباريات البرامج المسلسلات النشرات الدروس الامتحانات وسائل المواصلات العامة كل دول ان نختار فعل اخره استارتس اندس فينيشز تراولز تيكس اوف تقلة مع الطائرات يبقى هناخد مين على طول الباقي مش هينفعه وصلت يا ولاد وصلت مستر محمود وعلامة ده ان انت تلاقي حضرتك اهوة مين اه لقينا ات فايف الساعة خمسة بكرة واحد دولا مستر احنا مفوض ناخد هنا مستقبل مستمر ما احنا قلنا ات وساعة وما دولا مستقبل لا يا حبيب بس ده جدول ها موعيد يبقى نختار مين نختار مين نختار مضارع بسيط فعلي اخر واس وحتلاحظ ان مفيش هنا اصلا مستقبل مستمر لان معنى الجملة مش محدد زمن استمرارية حدث في المستقبل ده بيحدد بداية او نهاية شيء على حسب جدول موعيد number 16 يلا it seemed not me as if the head teacher wouldn't accept my apology وما سماش accept النقط الصح اكسابت يا ولاد ها عشان بقالنا تشوف كم سنة بتنتهى accept النقط الصح اكسابت وعندك القوميز بتاعت اللغة عايزين نتعلم النقط الصح كمان تمام يلا it seemed by me ولا of me ولا off me ولا to me as if the head teacher بدالي بدالي وكأن المدير الhead teacher تمام او الناظر wouldn't accept my apology لن يقبل اعتذاري اه التعبير محفوظ يا باشا هتقول it seemed to me احفظ التعبير ده من استخدامات ايه من استخدامات it seemed to me as احفظ التعبير ده يعني بدالي كا بدالي الامر يبقى نقول تاني it seemed to me احفظ التعبير it seemed to me معناها بدال امر لي كا بدال امر لي كا لكن خادنا قبل كده في الامتحان الاول بمعنى يبدو كا ما انه مرهق بسعتها لكن بدال امر لي انا ناخد مين يا شطار برافو عليكو seemed to me خلاصنا ناخد اجابات القطعة احل القطعة زي مستر ودي مشكلتي ومعرفش اي انا منزل على القناة حبيب قلبي ولي محتاج اه المحاضرة يبقى تفضل يقول لي انا منزل محاضرة على القناة بصوا كده كده في فيديوهات هتلاقي كيفية احتراف حل القطعة وطبعا شغلة عالي جدا حيفيدك ان شاء الله وعشان تطقن القطعة لازم تحل قطعة كتير وبص على المحاضرة دي هتدعي هتدعي لي ان شاء الله وحفظ كلمات خارجية كتير وحنزل لكم كلمات للتلاجم كتير نحفظها خلال ازبعين دول ايه رأيكم نزل مع الامتحان مسلا عشر خمستاشر كلمة نقرأهم مع بعض وتحفظوهم ايه رأيكم يا ريت اشوف الايه الرد في التعليقات ان شاء الله صلوا بنا عن نبي على السلام صلى عن نبي كتير يا ولاد اللي بصلى عن نبي بيكسب صح ولا ايه صلى الله عليه وسلم طبعا الاسئلة بعد كده تطلع الاجابات واريت نصيحة تشاهد المحاضرة اه كيفية احتراف حل سؤال القطعة طيب اجابة رقم واحد في رقم سبعتاشر هناخد دي يبقى سبعتاشر هناخد مين يا ولاد دي طمانتاشر هناخد بي تسعتاشر هناخد سي تمام زبري نتسيلف يعني المخ ذات نفسه عشرين هناخد ايه اللي هي ماشينز بمعنى الالات ادي اجابة ادي اجابة القطع يلا بنا بقى نحل مع بعض سؤال الترجمة نقراها الاتنين وناخد الاجابة وانت بتحل معايا ركز على الكلمات الصعبة والتعبيرات وترتيب ها الجملة ازاي عشان ده حيساعدك وحل كتير واحفظ كلمات ان شاء الله كتير معايا الفترة الجاية بازن الرحمن ربنا حكرمنا وانا معاكم ان شاء الله في الترمي التاني لو لقيت شغلة حنزلكوا شرح الترمي التاني لو لقيت ان شاء الله الناس فعلا بدأت اه تدعم القناة وتشاير القناة وشوفت يتفاعل كويس ان شاء الله وعدكوا باذن الله بعد ما خلص المراجعة دي كلها ابدأ معاكم الترمي التاني ما ترميش هم حاجة خلاص ومعاكم ان شاء الله الحياة دي ما انتو عايزين يلا حبايبي تمام ادي الاولى هنترجمها دلوقت التانية هل تعتقد انه من الافضل ان ندمج الطلاب زو الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية مع اقرانهم من الاسوياء ام انه من الافضل ان يظلوا في مدارس خاصة بهم يلا بنا ناخد اجابة الترانزليشن يلا اولاد يلا اولا بس سمعوني الصلاة على النبي الاول قلوا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا خلاص شطار الناس معايا ايوة يلا بين تعطي ترجمة الانجليز العربي تعطي الدول المتقدمة تعطي الدول المتقدمة يقولك اما الترجم من انجليز العربي يفضل ان تبدأ الجملة بمين بالفعل يفضل ان تبدأ الجملة بمين بالفعل الناس معايا معاك مستر محمود يعني ايه يعني بدأنا بالفعل اهو اللي هو تعطي معاها مش معايا لكن اما الترجم من عربي الانجليز يبدأ بالفاعل ابنشرح القواعد كده ان شاء الله مع بعض يلا تعطي الدول المتقدمة وطبعا دول المتقدمة يعني قلنا اهتماما كبيرا للبحث العلمي يعني البحث العلمي وتم انفاق الكثير من الاموال عليه لانهم يعرفون انه الطريق لاي ازدهار او تقدم للبشري ادي ترجمة الانجليز العربي طب ترجمة العربي الانجليزي يلا بينا يلا بينا ونسمع الصلاة عن النبي تاني ونصلى الله عليه وسلم اللي بصلاة عن النبي بيكسب هل تعتقد انه من الافضل نضم الطلاب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لا مين احفظ التعبير ده معناها الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة معناها المدارس الحكومية ولاحظ حاجة ان الصفة تيجي قبل الموصوف ما ينفعش اقول زي العربي نفس ترتيب العربي لا الصفة في اللغة الانجليزية تصبق الموصوف يبقى انزا جاورني منتل سكورز طبعا الاسم من جاورني منتل جاورني منتل ليه الحكومة يبقى انزا جاورني منتل سكورز مع اقرناءهم كلمة يعني الاقرناء يعني لزيهم في السن او من الافضل ان نجعلهم مفعول مصدر احفظ نجعلهم بمعنى نجعلهم نخلوهم يقيموا في مدارس خاصة مدارس من النوع خاص مخصصة لهم وطبعا ما نساش في الاخر علامة مين الاستفهام الى هنا يكون انتهينا بفضل الله عز وجل من حل الامتحان الثاني من بوكلة كتاب المعاصر للمراجعة النهائية الترم الاول تانية سنوي الفين واحد وعشرين ما تنسوناش حبيبي بقى في الدعم بعيزنا حضراتكم تكرمتم علينا بدعم القناة ياريت دايما ما تنسوش الاشتراك بالقناة لو ما اشتركتش يلا اشترك دلوقتي فعل زر الجرس عشان يوصل لك كل المحاضرات وكل الحاجة كل حاجة مفيدة في الانجلس هتلاقي عندنا ان شاء الله والضغط على اللايك بازن الرحمن والتعليق وياريت ما تروحوش وتسيبوا قناتنا وتروحوا اي حتى لان احنا الحمد لله رب العالمين ها قناتنا هتفيدكوا جدا 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 الفترة الجاية وما تبخلوش بيتا شير ان احنا نعمل شير ان شاء الله ها على فيسبوك على اه تويتر على التليجرام في اي مكان في المجموعات فيدوا الناس يا شطار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتظرونا بكرا ان شاء الله وفي نفس المعد الساعة عشرة او عشرة ونص الامتحان التالت بازن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بحبكوا كلكم في الله